السؤال الاول عنا AB زائد AC نائس B مربع نائس BC على B زائد C يساوي قديش طيب من اول حد انا مثلا هطلع A عامل مشترك فبصير عندي B زائد C من تاني حدين هطلع نائس B عامل مشترك فكمان بيضال عندي B زائد C على المقام اللي هو B زائد C ال B زائد C مع ال B زائد C مع ال B زائد C بتروح بصفارنا A مائس B السؤال الثاني عنا X زائد واحد مائس 2 جزر ال X زائد واحد مائس 3 يساوي الصفر بديني اوجد قيمة ال X تساوي قديش حاجة افرط انا T تساوي جزر ال X زائد واحد بربع الطرفين معناتها T مربع يساوي X زائد واحد حاربع هون حيروح الجزر ويصفى X زائد واحد هلا بدل هاي معناتها شو بحط T مربع بدل جزر ال X زائد واحد بحط T نائس 3 يساوي الصفر بعمل هلا عملية تحليل مباشر فبصير عندي T مائس 3 ب T زائد واحد يساوي الصفر فإما T يساوي ثلاثة بمعناتها الجزر ال X زائد واحد يساوي ثلاثة أو T يساوي المائس واحد طبعا هذا حكي مرفوض لأنه هالجزر حيصير يساوي المائس واحد وهذا الحكي مرفوض بربع هلا هون الطرفين فبصير معي X زائد واحد يساوي مربع لثلاثة تسعة معناتها ال X يساوي تسعة نائس واحد يعني ثماني السؤال رقم ثلاثة عنا واحد زائد A يساوي A على B بدليني أوجد A مربع B زائد AB مربع على B مربع نائس A مربع بساوي قديش طيب من الطرف الفوق هطلع AB عامل مشترا فبيضل عندي A زائد B من تحت B مربع نائس A مربع هي B نائس A بB زائد A تروحي معي فبيضل عندي AB على B نائس A هلا هون شو هعمل هاضرب الطرفين بالوسطين اذا هنضرب طرفين بالوسطين يعني البي هاضربه بA وبالواحد يساوي A بنوع البي للطرف الثاني فبيضل معي AB يساوي A مائس B هلا بدل اذا الAB هون هحط A نائس B وبالمقام شو هضل عندي بمائس A بيروحوا مع بعض ويعطوني مائس واحد سؤال رقم اربعة عنا X أس أربعة مائس 29 X مربع زائد مية على X مربع مائس سبعة X زائد عشرة تقسيم X زائد خمسة يساوي كم فوق إذا عملنا تحليل مباشر شوفي عنا عددين جداء زائد مية ومجموعة نائس 29 هنن الناس خمسة خمسة وشرين عفوا والناس أربعة على تحت X مربع نائس سبعة X زائد عشرة هو X نائس 2 بX نائس 5 القسمة بتتحول لضرب وبقلب بصير واحد على X زائد خمسة هلأ لاحظ معي انه واحد على X زائد خمسة أو X زائد خمسة بX نائس 5 هي X مربع نائس 25 فبيروحوا مع هاي X مربع نائس أربعة هي X نائس 2 بX زائد 2 بس X نائس 2 بتروح مع X نائس 2 وبيضان عندي X زائد 2 سؤال رقم خمسة لدينا X مربع زائد 3X مائس 10 على 2X مربع زائد AX زائد B يساوي X نائس 2 على X 2X مائس 3 مريد أن يوجد قيمة A زائد B هلأ هو فعليا هون أصده انه صار عملية اختصار لحتى شو؟ لحتى طلع معي هالكسر هات لاحظ انه هون في عندي X نائس 2 إذا معناته هون لازم يكون في قوس اسمه X نائس 2 القوس الثاني بهالحاله شو بيكون؟ X زائد خمسة بس ما له موجود هون معناته هون تم اختصاره للX زائد خمسة وفي القوس الثاني اللي هو 2X نائس 3 فهو اختصر X زائد خمسة مع X زائد خمسة معناته بنستنتج انه هاد اللي هو 2X مربع زائد AX زائد B يساوي X زائد خمسة 2X نائس 3 2X بX يعني 2X مربع 10X مائس 3X مائس 15 إذا بس ضربت القوسين ببعض فبيطلع معي 2X مربع زائد 7X مائس 15 بالمقارنة بيستنتج انه A سبعة والB مائس 15 فالجواب بيكون مائس 8 سؤال رقم 6 عندي 2 على X نائس 2 نائس X على X مربع نائس 4 ضرب X مربع نائس X نائس 6 على X نائس 3 طبعا نحنا بنعرف انه الضرب أقوى من الطرح فخلينا نحنا هون نحلل هلا X مربع نائس X نائس 6 هي X نائس 2 بX نائس 3 أو فينا نقوق نائس 6 يعني نائس 3 زائد 2 أفوا X مربع نائس 4 هي X نائس 2 X زائد 2 طيب هلا X زائد 2 بتروح مع X زائد 2 X نائس 3 شو صفي عندي الكثرة الأول ضل على حاله بالنسبة للكثرة الثانية صار عندي بالبسط X لانه هذا كله راح اختصرنا وبالمقام اختصرنا صفي عندي X نائس 2 يعني نائس 1 لانه البسط مقلوب المقام يعني مقلوبه بقصدي بالطرح يعني البسط 2 نائس X والمقام X نائس 2 سؤال رقم 7 لدينا 25 أس X مائس 64 أس X على 5 أس X مائس 8 أس X يساوي 625 زائد 8 أس X طبعا هذا من كتر ما حتحل تمارين إذا جاءك هكذا تمارين بالامتحان فورا بتقول 5 أس X يساوي 625 بالتالي هلا ما نشوف ليش طيب بالنسبة 25 هي 5 أس 2 أس X أو 5 أس X أس 2 إذا هكتبها 5 أس X أس 2 و نفس الشي بالنسبة 64 هي 8 أس X أس 2 على 5 أس X ما أس 8 أس X يساوي 625 زائد 8 أس X 5 أس X مربع ما أس 8 أس X مربع هو 5 أس X إذا هكتبها فوقها مش هكتبها مش هم نختصر الكتابة شوي بـ 5 أس X زائد 8 أس X هتروح هلا هاي مع هاي بصف عندي فقط فوق 5 أس X زائد 8 أس X سؤال رقم 8 عندي 1 على X زائد 1 على Y يساوي 5 X ضرب Y يساوي 3 بدياني أوجد X ناقص Y على القوس مربع يساوي اللي هنعمله هون هنوحد المقامات فبصين معي X زائد Y على X ضرب Y يساوي 5 بجي بضرب هاي بهاي فبصين معي X زائد Y يساوي 5 ضرب X Y يعني 15 الآن بطبق قانون X ناقص Y على القوس مربع هو X زائد Y على القوس مربع ناقص 4 X Y X زائد Y هي 15 مربع ناقص 4 ضرب 3 فبيعطينا 225 ناقص 12 يعني 213 15 سؤال رقم 9 عندي 2X مربع زائد 7X مائص 4 على X مربع زائد 8X زائد 15 15 تقسمة 2X مربع مائص 5X زائد 2 على X مربع زائد X مائص 6 نعمل نحن تحريين مباشر 2X زائد هلأ هو هيكون هذا غالبا 2X ناقص بX زائد خلي هذا شوي فوق اللي تحت هعمله تحريين مباشر هو X زائد 3 بX زائد 5 قسمة بتتحول لضرب هاد هو X زائد 3 بX ناقص 2 وهاد كمان 2X ناقص 2X زائد بX عفوان زائد هلا لنشوف طيب خلونا نجي 2X على جانب 2X مربع زائد 7X زائد ناقص 4 خلوني يحلله هعمله 2X بX والأربع هخليه أربع بواحد أحسن هدرب هاي بهاي بيطلعوا 8 معنات هاي زائد وهي ناقص لذلك هلا باخد هاي مع هاي وهي مع هاي يعني بسير معي 2X ناقص واحد بX زائد 4 هون نفس الشي 2X مربع ناقص 5X زائد 2 هاي سوية 2X بX وهي ناقص واحد بناقص 2 هاخد هاي مع هاي واضحة ضربون بيطلعوا معي ناقص 4X ناقص واحد يعني ناقص 5X معنات هاي مع هاي بسير معي 2X ناقص واحد بX ناقص 2 هلا بتروح X ناقص 2 2X ناقص واحد مع 2X وهي مع هاي بسير معي X زائد 4 على X زائد 5 سؤال رقم 10 لدينا A مربع ناقص 3AB زائد AB ناقص 3B واضح على 3 ناقص A زائد A يساوي قديش من البسط A مربع زائد AB ستطلع مننا AB اللي A عامل مشترك بصفة عن D A زائد B بعدين ستطلع الناقص 3 عامل مشترك بصفة عن D A زائد B على 3 ناقص A زائد A هلأ ستطلع A زائد B عامل مشترك بصفة عن A ناقص 3 على 3 ناقص A زائد A تروحي مع هاي بصفة عن D ناقص 1 يعني بصير معي ناقص A ناقص B زائد A تروح لأي مع A فجواب ناقص B سؤال رقم 11 عنا 1 على X ناقص 1 على Y يساوي 3 X ضرب Y يساوي 1 على 12 بدي يعني أوجد X ناقص Y على القوس مربع يساوي قديش طيب يلي حنساوي حنوحل المقامات بصير معي Y ناقص X يساوي 3XY أو فيك تقولي اني ضربت المعادية كلها بXY بس 3XY هي 1 على 18 بتروحي مع هاي بصفة عندي 1 على 6 إذن Y ناقص X طلعت معي 1 على 6 معتل X ناقص Y شو بتكون ناقص 1 على 6 هو بده تربيعة للX ناقص Y فبربع هاي بيطلع معي جواب 1 على 36 سؤال رقم 12 عنا X مربع زائد 2X مايس 15 على X مربع زائد MX زائد N يساوي X زائد 5 على X مايس 4 دياني أوجد M زائد N تساوي قديش هلا هون في شي تم اختصار إذا إحنا هاد حللناه هيطلع معي X زائد 5 بـ X ناقص 3 مايعتر بالمقام تم عملية الاختصار الـ X ناقص 3 مع الـ X ناقص 3 لحتى صفي هيك وما ننسى أنه فيه X ناقص 4 بالمقام بضربهن لهدول ببعض بيعطيني X مربع ناقص 7X زائد 12 زائد التنتج أنه M ناقص 7 والN 12 فجواب بيكون 5 ترجمة نانسي قنقر